اهلا بيكم ابنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الاول اسانوي الفندوقي اهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا وحلقة جديدة من الوحدة بتاعتنا اللي اسماها يا شباب اسماها نبزة عن اقسام صناعة الضيافة كنا في الحلقات السبق شباب كنا اتكلمنا عما المخرج الاول والتاني والنهاردة هنبدأ مع بعض في الحلقة بتاعتنا المخرج التالت من الوحدة بتاعتنا واللي عنوانه بيقول يا شباب بيقول يحدد الفرص والتحديات التي تواجه قسم الاشراف الداخلي عندي في قسم الاشراف الداخلي بنتابع مشوار الوحدة بتاعتنا وبيعرفني القسم بشكل دقيق وبشكل مفصل تمام وبيقول لي خلي بالك لو انت حابب تشتغل في قسم الاشراف الداخلي ففي عندك مجموعة من الفرص والتحديات اللي لازم تاخد بالك منها وتعرفها كويس جدا طب ايه هي الفرص والتحديات دي ولازم انعرفها ليه لازم أعرفها عشان لما اختار قسم الإشراف الداخلي بتاعي أعرف أنا دلوقتي القسم بتاعي دوت هشتغل فيه إزاي وإيه هي الصعوبات اللي ممكن تقابيني وإيه الفرص اللي موجودة داخل القسم ده اللي هستفيد بيها عشان لما أخد قرار أن أنا أعمل في قسم الإشراف الداخلي طب تعالوا كده نشوف التحديات والفرص اللي ممكن تقابيني التحديات والفرص اللي ممكن تقابيني في قسم الإشراف الداخلي يا شباب اول حاجة فيه نوعين اتنين من الفنادق اللي ممكن يشتغل فيهم العامل داخل قسم الاشراف الداخلي اول نوع من الفنادق اللي هي سلسلة الفنادق المشهورة العالمية تمام طيب النوع التاني اللي هو ايه الفنادق المستقل تعالوا كده نشوف الفرص المتاحة عندي في سلسلة الفنادق العالمية ايه اللي ممكن يلاقيه عندي عامل الاشراف الداخلي داخل سلسلة الفنادق العالمية او الموظف في قسم الاشراف الداخلي بنقول إيه الفرص اللي موجودة عنده وضح لداخل الوحدة تلت فرص أساسي أول فرصة فيهما شباب بتقول إيه عندي فرص تدريب أكتر بنقول يا شباب إن سلسلة الفنادق العالمية المشهورة دي عبارة كانت عن إيه كانت في البداية عبارة عن فندق فيه البداية فندق واحد وبعد كده تم تقديم خدوة بشكل جيد وبالتالي انشهر الفندق فبدأ يحصل على أرضاح كتير فبدأ ما كان فندق عمل فندق واثنين وثلاثة ومية على مستوى العالم يبقى إذن أنا عندي سلسلة الفنادق دي كانت في الأساس إيه شباب كانت فندق واحد وبعد كده بدأ يزبط الجودة والكفاءة في السوق وبعد كده ينشئ مجموعة من الفنادق المختلفة التابعة لنفس اسم الفندق ده طيب سلسلة الفنادق دي اللي بيشتغل فيها العاملين دول ثبتت جودة إزاي واستمرت إزاي أنا عملت فندق واثنين وثلاثة ومية إزاي استمر عدد الفنادق ده وإزاي قدرت أنشئ العدد الكبير ده من الفنادق عن طريق جودة الخدمة اللي بيقدمها العاملين اللي موجودين عندي طيب جودة الخدمة دي بتيجي إزاي يعني أنا بجيب نورة وشغالها في قسم الإشاف الداخلي ودربها مرة وعرفها إيه الأدوات إيه أو إيه الأسس أو المعايير اللي مفروض تمشي عليها داخل القسم بتاعي بس كده وخلاص واسيبها بقى ونورة تشتغل وتبقى كف لا خلي بالك في سلسلة الفنادق العالمية بشكل دائم ودوري ومستمر بيتم عمل تدريب لجميع العاملين بالفندق عشان يتم رفع كفاءة وجودة الأداء بتاعهم داخل الفندق وبالتالي بيحافظ على جودة العمل داخل الفندق ومن ثم بينشئوا فندق واثنين وثلاثة ومية على مستوى العالم لأنهم حافظ على مستوى الجودة اللي بيقدمها للجسة اللي موجودة عندي وبالتالي اللي بيشتغل داخل سلسلة الفنادق العالمية عنده فرصة إيه؟ فرصة أنه يحصل على تدريب بشكل مستمر الراجل هنا بيحصل على فرص تدريب أكتر إنما إنه لو شغال في فندق واحد والفندق ده بيقدم خدمة بسيطة كده للمزلاء بمستوى يعني خدمة جيد معقول يعني في الحالة دي هتباخد نورة ودربها مرة اتنين في السنة علشان تستمر على تقديم الخدمة بتاعتي إنما سلسلة الفنادق العالمية بتبقى متابعة بشكل دائم ومستمر مستوى أداءات العاملين فيها وبالتالي لازم تحافظ على مستوى الجودة اللي بتقدمه ومن ثم من وقت إلى آخر لازم بتضرب العاملين عندي بشكل دائم وشكل مستمر يبقى أول فرصة هي الحصول على فرص تدريب أكتر لو أنا شغال فيه سلسلة فنادق مشهورة أو عالمية تمام؟ طيب الفرصة الثانية هي إيه؟ طوافر فرص عامل تمام؟ بنقول يا شباب إن سلسلة الفنادق ما بيتم مشترقية الشخص اللي شغال فيها في قسم الإشراف الداخلي كده إيه؟ يعني نورة كانت شغالة بقالها سنتين ثلاثة طيب خلصت ثلاث سنين طلحها بقى مشرف بعد ثلاثة أربع سنين كمان طلحها رئيس قسم إشراف داخلي لا مفيش كده بيتم ترقية العاملين داخل قسم الإشراف الداخلي في سلسلة الفنادق اللي هي العالمية عن طريق إثبات الكفاءة والجودة يعني ممكن يكون عندي موظف صغير السن ولكن يتدرج في الوظائف المختلفة داخل سلسلة الفنادق دي عن طريق إثبات كفاءته وأداءه بشكل جيد داخل المنظومة أو داخل سلسلة الفنادق دي تمام؟ طيب أنا النهاردة في الفندق رقم واحد في سلسلة الفنادق العالمية ونورة دي أثبتت كفاءة وعايز أرقيها لفرصة عمل أكبر تمام؟ أو أعلى شوية في المستوى الوظيفي بتاعها ولكن داخل الفندق عندي مثلا يعني نورة مثلا روم أتندان وحخليها سوبرفايزر بس تمام؟ طيب عندي في الفندق رقم واحد ده السوبرفايزر بتاعي بيقدي بشكل جيد جدا هل أشيله بقى وقوله لا أستنى تروح انت عشان نورة جيدة ولازم أرقيها؟ لا في الحالة دي باخد نورة من الفندق رقم واحد ممكن أوديها من فندق رقم ثلاثة أو خمسة اللي موجود ممكن في نفس الدولة أو ممكن في دولة أخرى وبالتالي فرص العمل متاحة قدام العاملين داخل قسم الإشراف الداخلي في كل مكان ولكن يشترك إيه يا شباب زي ما قلنا يشترك إثبات الجودة والكفاءة في الأداء تمام؟ ومن ثم التركي بسرعة أكبر والحصول على فرص عمل أكتر داخل المنظومة أو داخل المؤسسة بتاعة الفنادق العالمية يبقى الفرصة الأولى أن أنا بحصل على تدريب أكتر الفرصة الثانية عندي أن أنا بحصل على فرص عمل أكتر داخل الف سلسلة الفنادق المشهور تمام؟ وبالتالي لما يستمر الجودة بتاعته وأثبت الجودة بتاعته وليه فرصة بقى في دولة مجورة؟ ماقولش لأ أنا عايزة ترقى هنا لأ لازما بنتقل على طول الشخص من دولة إلى أخرى عشان يشغل الوظيفة المناسبة لي وفقا لخبراته وقدراته وإلي بيقدمها داخل سلسلة الفنادق تمام؟ طيب الفرصة الثالثة أو اللي هي بيعمل إيه؟ مزايا أفضل بجانب الراتب تعالوا بقى كده نشوف هنا إحنا قلنا أول حاجة خالص إنه بيقدم فرص تدريب أكتر بيقولك في الفنادق الكبرى تعمل دائما على المحافظة على مستوى الجودة الخاص بيها تمام؟ عن طريق التدريب المستمر لجميع العاملين داخل الفن يبقى فرص التدريب عرفناه؟ طيب الناحية التانية إيه؟ توفف فرص عمل بنقول مميزات العمل في هذه الشركات الكبيرة اللي هي مسؤولة عن سلسلة الفنادق دي بتعمل إيه؟ بتوفر فرص الترقية بشكل مستمر لأنها بتعتمل على إيه؟ على العمل الجاد الجيد يبقى إذن الشخص اللي بيقوم بعمل جاد وجيد داخل المنظومة بيتم ترقيته بشكل دائم ومستمر داخل المنظومة عندي طيب فيه إيه كمان؟ الفرصة الثالثة إن عندي اللي بيشتغل فيه سلسلة الفنادق العالمية أو المشهورة دي بيكون ليه مزايا إضافية بجانب الراتب طب إيه هي المزايا دي يا مثل اللي ممكن يحصل عليها الشخص اللي بيشتغل في سلسلة الفنادق العالمية دي؟ أول حاجة إن بيكون بتوفر الشركات دي للعملين فيها أول حاجة زي ما احنا شايفين التأمين الصح يبقى إذن أول حاجة بوفرها كميزة فوق الراتب بتاعي إن أنا بأمن تأمين صحي على العملين عندي داخل سلسلة الفنادق الموجودة عنه طب إيه كمان؟ عندي رواتب ليه التقاعد اللي هو إيه سن المعاش؟ لو طلع عندي معاش بيبدله رواتب تمام؟ طيب فيه إيه كمان؟ فيه عندي إيه الأجازات المرضية دي ميزة كويسة جدا بيديها إيه الفنادق؟ أصل سلسلة الفنادق بيكون عندها القدرة على إضافة الأجازات دي للعملين عندهم طب هم ليه بيديوا المميزات دي للعملين عندهم؟ لأن هدف المؤسسات الكبرى أو الشركات الكبرى اللي مسؤولة عن سلسلة الفنادق العالمية دي بيكون هدفها الأول والأساسي إنه هو يخلق روح من الارتباط بين العاملين في كل الفنادق اللي موجود تمام؟ ويحسس جميع العاملين في كل فندق حتى لو في أي دولة مختلفة إنه هم وكلهم أسرة واحدة كلهم بيخدموا نفس الاسم الخاص بالشركة دي أو الخاص بالفندق ده حتى لو موجود في أماكن مختلفة في محافظات مختلفة أو في دول مختلفة هو هو نفس الفندق جميع العاملين بيحسوا بارتباط وبيحسوا بيهتموا كويس جدا بيه عمال بتاعهم وبينموا عندهم شعور الإحساس بإن جميع العاملين داخل الشركة دي أو داخل الفندق دوت كلهم أسرة واحدة بيهتموا ببعض وبيوفروا لهم المزايا اللي بتسبب لهم قدر كبير من الراح يبقى إذن إحنا بنقول أنا عندي مجموعة من الفرص اللي ممكن تقابلها داخل قسم الإشراف الداخلي خلي بالك الفرص دي فين يا شباب؟ قلنا في جزئين اتنين أول جزء عندي اللي هو في سلسلة الفنادق العالمية بيقدم لي إيه فرص؟ بيقدم لي ثلاث فرص أول فرصة إن هي بيقدم لي فرص تدريب أكتر إن أنا عندي استعداد إن أنا أتدرب بشكل أكتر في سلسلة الفنادق العالمية رقم اتنين بيقدم لي فرص عمل أكتر إن أنا ممكن ألاقف أكتر من فندق في السلسلة دي فرص عمل عن طريق العمل الجد وإثبات الجودة والكفاءة بتاعتي أسماء العمل وبالتالي أقدر إن أنا أترقى من مكان لأخر داخل سلسلة الفنادق دي واروح لمكان تاني ودولة تانية عشان أحصل على الوظيفة اللي أنا عايز طب رقم ثلاثة إيه؟ إن سلسلة الفنادق اللي موجودة عند العالمية دي بتوفر لي العامل داخل قسم الإشراف الداخلي ميزات فوق الراتب بتاعه ميزات زي إيه يا ميز؟ زي التأمين الصحي زي رواتب ليه التقاعد وكمان عندي إيه الأجازات المرضية اللي ممكن أقدمها لي العاملين داخل القسم بتاعه طيب نيجي بقى نشوف عندنا تاني حاجة أنا قلت سلسلة الفنادق العالمية طيب لو أنا عندي بقى فندق كده على قد وصاحب الفندق بنى فندق لوحده كده والفندق ده مستقل مش تابع أي شركة هو فندق وتم إنشاءه والفندق ده بيقدم خدمة ليه النزلاء جيدة والنزلاء ربطين عنه تمام؟ إيه الفرص اللي أنا ممكن ألاقيها قراج المسا موظف قسم إشاف الداخلي داخل الفندق ده؟ قالك إن فيه بعض المميزات اللي بتختلف عن الفنادق العالمية إيه هي المميزات دي؟ أول فرص عندي أو الفرص أول فرص عندي إيه؟ فرص أكبر للخلق والابتكور بنقول يا شباب إن أنا فيه الفندق المستقل سهل جدا إن إدارة الفندق تسمع أي فكرة مبتكرة عندك لزيادة جودة الأداء داخل الفندق يعني مثلا إيه أنا عايز أغير مثلا في دكور الغرفة وشايف إن دكور الغرفة ده ممكن يناسب النزلاء بشكل أكتر ويسبب إقبال النزلاء على الفندق بشكل أكبر ممكن أعرض الفكرة دي على إدارة الفندق واتنفزها ده فرصة متاحة داخل الفنادق المستقل طب أنا لو في سلسلة الفنادق العالمية تمام؟ المشهورة دي هل ممكن إن أنا بتكر فكرة جديدة لترتيب الغرفة؟ إطلاقا لا تمام؟ بيكون صعب جدا جدا ليه؟ لإن أنا بعرض مثلا لو جات في دماغي فكرة معينة لزيادة الجودة أو لتغيير أي حاجة داخل الفندق فبعمل إيه؟ برفع طلب ليه السوبرفايزر بتاعي وهكذا للمدير والمدير والمدير لحد رئيس الشركة نفسه ولما برفع الطلب ده أو الفكرة دي بيتم دراستها عن طريق خطوات كتير جدا ومراحل كتير جدا ومش بس بيدرس الفكرة لأ ده بيدرس كمان تكلفتها وأصارها وحترجع علي بربحة قد إيه داخل السلسلة بتاعتي وبالتالي بيكون فكرة التغيير في السيستم بتاع الفندق نفسه أو سلسلة الفنادق دي صعب للغاية تمام؟ إنما لو أنا مثلا فندق مستقلي وعندي صاحب الفندق أو مدير الفندق شايف أن أنا شخص مبتكر وعندي أفكار كويسة وبعرض عليه بعض الأفكار دي ممكن أنه هو يحطها تحت الدراسة وسهل جدا أن هي تتنفس داخل الفندق المستقلي بتاعي تمام؟ الفرصة التانية اللي بتقابلني داخل الفندق التاني اللي هي فرصة إيه شباب اللي هي سهولة إقامة علاقات شخصية مع صاحب العام طبعا لو أنا ما بشتغل جوا فندق واحد من سلسلة فنادق تمام؟ فكون طبعا صاحب الفندق أو مدير الفندق معروف بالنسبة لجميع العاملين داخل الفندق إنما في سلسلة الفنادق العالمية طبعا أنا ممكن أكون شغال في فرع في القاهرة ولكن في فرع تاني شغال في مكان تاني أو في دولة تانية إحنا ما نعرفش بعضه أنا ما معرفش المدير وكمان ما معرفش صاحب الفندق أو مدير الفندق ومليش اتصال مباشر به إنما في الفندق المستقل فانت لديك القدرة او لديك الفرصة ان انت تعرف مدير الفندق بشكل سهل او تكون على علاقة شخصية بيه وتبدأ تتعامل وتتعرف عليه وبالتالي دي من احد الفرص ومن الفرص الجميلة داخل الفنادق المستقلة لان بتعمل روابط اجتماعية بين العاملين داخل الفندق وداخل قسم الاشوف الداخلي وادارة الفندق وبالتالي بيكون سهل علي ان انا اتعامل مع الناس بشكل جيد وبيكون في حميمية في التعامل لان بعرفهم بشكل مباشر وابقى عارف مين الشخص ده وممكن اعمل معه علاقات اجتماعية وقدم له تبادلات في العلاقات الاجتماعية بينه وبينه طيب الفرصة الثالثة هي عبارة عن ايه شباب الحصول على خبرات اكتر طيب انا في الفنادق اللي هي سلسلة الفنادق الكبيرة قلنا شباب ان انا بحصل على فرص تدريب اكتر انما في سلسلة في الفندق المستقل او الفندق الواحد طبعا بيكون عدد العاملين فيه قليل تمام الفندق عايز باقل عدد من العاملين يقدم خدمة جيد تمام بيعمل ايه ممكن يستعين بنورة انها تقوم بدور النهاردة النادل تمام بعد كده ممكن ان هو يستعين بها تقوم بوظيفة تانية داخل الفندق لا بلاش نورة النهاردة ثبت الكفاء في حتة دي ممكن نسحب نورة ونحطها في المكان ده تشتغل فيه تمام يبقى اذا ممكن انا بتحرج داخل الفندق في اكتر من مكان وبالتالي بقوم باكتر من وظيفة ومن سمة اتعلمت اكتر من وظيفة داخل المكان يبقى ان اكتسبت خبرات اكتر مش بس انا مشرف غرف فانا عرفت ان انا مشرف غرف وايه هي خبرات وايه هي اداءات لأ ده انا ممكن ابقى مسؤول تسويق مثلا داخل الفندق المستقل ده ممكن ابقى مسؤول مبيعات وبالتالي انا اكتسبت خبرات مسؤول التسويق او مسؤول المبيعات داخل الفندق ممكن أبقى شغال نادل جوه المطعم تمام وبالتالي يبقى إذن أنا بكتسب خبرات أكتر في الفندق المستقل وده بيتحولي دي من الفرص المتاحة داخل الفنادق المستقل تمام طيب إحنا كده عرفنا إيه هي الفرص اللي ممكن يقابلها عامل أو موظف قسم الإشراف الداخلي داخل الفندق عرفنا بسلسلة الفنادق المشهورة وكمان عرفنا في الفندق المستقل اللي عندي فيه سلسلة الفنادق المشهورة كده نراجع مع بعض سريعا عندي ثلاث فرص أساسية أول حاجة إن أنا عندي تدريب أكتر عندي كمان فرص عمل أكتر وكمان عندي مزايا فيه الراتم إنما فيه الفندق المستقل فأنا عندي ثلاث فرص برضو ولكن ثلاث فرص مختلف نعالوا كده نشوفهم مع بعض تاني اللي هي إيه فرص أكبر ليه الخلق والابتقار أنا عندي قدرة على الخلق والابتقار وممكن أضيف أراء وأفكار ليه داخل الفندق رقم اتنين سهولة إقامة علاقات شخصية واجتماعية بين وبين إدارة الفندق تمام؟ رقم تلاتة الحصول على خبرات أكتر داخل الفندق بإن أنا ممكن أشغل أكتر من نوع من الوظيف داخل الفندق الواحد وبالتالي أكتسب خبرات أكتر يبقى كده خلصنا المعيار المخرج الإيه يا شباب؟ المعيار الأول من المخرج التالي بتاعي طيب نجي بقى نشوف المعيار التاني يحدد التحديات أو بزي ما بنقولها كده بالعربي الصعوبات أو المعوقات اللي ممكن تقابلك داخل قسم إشراف الداخلي هنا في الوحدة بيعرفك إيه الفرص والمميزات والحاجات الحلوة اللي أنت ممكن هتقابلها داخل القسم لأ وكمان خلي بالك إن في بعض التحديات الحاجات الصعبة اللي ممكن تقابلها داخل قسم الإشراف الداخلي ففكر فيها كويس قبل ما تتقدم ان انت تشتغل في القسم ده ايه هي التحديات اللي بتواجه العاملين بقسم الاشراف الداخلي قالك عندك مجموعة من التحديات اول حاجة واول صعوبة بيقبلها العامل في قسم الاشراف الداخلي هي ساعات العمل الطويلة تمام يبقى اذا ساعات العمل الطويلة انا عندي بشتغل شيفتات كتير جدا داخل القسم الاشراف الداخلي علشان زي ما قلنا ان وظيفة القسم ايه شباب وظيفة القسم هو الحفاظ على نظافة وده جهيز الغرب بشكل دائم ومستمر لستقبال النزلاء يبقى اذا عشان احافظ على فكرة ان الغرب تكون نظيفة بشكل دائم ومستمر لستقبال النزلاء يبقى اذا لازم اعمل ايه لازم اشتغل ساعات عمل طويلة وورديات طويلة وبالتالي ساعات العمل الطويلة بتكون مجهدة ومتعبة وتحدي جبير جدا لاي حد بيشتغل داخل قسم الاشراف الداخلي تمام طيب رقم اتنين فيه ايه فيه عندي ضغط العمل خلي بالك كويس جدا ان ضغط العمل عندي داخل قسم الاشراف الداخلي كبير جدا ليه لان انا وخصوصا امتى شباب وخصوصا فيه اشهر الظرو اللي بيكون فيها عدد نسبة اشغال عالي داخل الفندق عندي تمام في نسبة الاشغال العالية بيكون ضغط العمل بشكل كبير جدا لاني على مدار الساعة او على مدار اليوم انا مطلوب مني اعداد وتجهيز الفندق بكل اماكنه وبكل مناطقه ان يكون مضيف لسه قبال العملاء اللي موجودة عندي او نزلاء اللي موجودين عندي وبالتالي بيكون معدل ضغط العمل فيه كبير جدا وممكن انا ابقى رايح اه الشغل بتاعي عامل حسابي ان انا هشتغل وردية واحدة ممكن اراقي فيه ورديتين وتلاتة وبقوم بالعمل بتاعي داخل الفندق تمام طيب فيه عندي كمان ايه اه عندي اه اه فيه مشكلة كبيرة جدا كمان او تحدي كبير بيقابل مش في الغرف اللي هو ايه الرواتب الضعيفة جدا في بداية العام دايما اللي بيشتغل في قسم الاشراف الداخلي بيكون بيقابل تحدي لو هو مش حابق القسم هيعتبر بالنسبة له تحدي او صعوبة اللي هو ايه ان دايما رواتب العاملين بقسم اشراف الداخلي في البداية بتكون ضعيفة لكن مع مرور الوقت بتزداد بشكل كبير جدا وبيكون الداخل اللي شغال في قسم اشراف الداخلي مميز جدا عن باقي اقسام الفندق تمام يبقى اذا من بعض التحديات اللي ممكن تواجه بعض الناس او ان الناس ما تقبلهاش في قسم الاشوف الداخلي انه بيكون عندي رواتب العاملين بقسم الاشوف الداخلي في البداية بتكون ضعيفة وبتكون صغيرة وبالتالي ممكن ده يسبب ان الشخص يعزف عن فكرة التعامل او التوظيف في قسم الاشوف الداخلي طيب في ايه كمان من ضمن بقى التحديات اللي بتحصل اثناء الشغل نفسه ان انا من اكبر التحديات برضو اللي بتواجه العاملين بقسم الاشوف الداخلي اللي هو التعامل مع المواد الكيميائي التعامل مع الكيميائيات او المواد الكيميائية داخل قسم اشافي الداخلي ده بيعتبر تحدي كبير جدا لان لازم تبقى عارف كويس جدا نوع المادة الكيميائية ازاي تتعامل معاها ايه اضرارها لو انا تلمست مع جسمي او عيني او اي جزء من اجزاء الجسمي حصل مشكلة معاها ايه للضرر في خطورة دايما بالتعامل اثناء استخدام المواد الكيميائية وبالتالي بيعتبر تحدي للعامل داخل قسم إشاف الداخلي إنه يتعامل مع هذه المواد الكيميائية أثناء عملية إيه بقى هو بيستخدم المواد الكيميائية دي فين يا شباب بيستخدمها أثناء عملية تنظيف الغرف أو كمان تنظيف المناطق العامة البابليك إيريا داخل الفندق بتاعي طيب فيه إيه كمان واللي بيعتبر تحدي جبير جدا بالنسبة للعاملين في قسم إشاف الداخلي دايما كل جسد في الدنيا بيتوقع إيه شباب عنده توقع دائم إن الفندق اللي هو رايحه لازم يبقى نظيف ما عندهش فرصة إنه يختلف في الأمر ده أي جسد في الدنيا دايما توقعوا إن المكان اللي هو رايحه أو الغرفة اللي هو حيسكنها لازم تكون نظيفة على مدار الساعة الخدمة بتقدم فيها بشكل جيد الخدمة بتقدم فيها بشكل مستمر كل طلباته بتجاب بشكل سريع وبتلبى بشكل سريع بيقدموا الخدمة على مستوى جيد واحترافي عالي فبالتالي توقعات الجسد عندي للموضوع عالية جدا وعندهم استعداد وعندهم فكر عالي جدا للخدمة اللي موجودة عندي وبالتالي ده بيعتبر تحدي عندي لازم أبقى أكون على مستوى الجودة المطلوب بشكل دائم ومستمر طول الوقت وبالتالي بيعتبر من أحد التحديات اللي بتواجه العاملين بقسم الإشراف الداخلي إن أنا يا شباب لازم يكون أراعي توقعات النزلاء عندي داخل الغرف الغرف تكون معدة بشكل نظيف مستوى أداء الخدمة والنتنظيف داخل الغرف يكون جيد ويكون ملائب للتوقعات دي أنا دلوقتي رايح في فندق خمس نجوب إذن أنا وأنا رايح الفندق ده متوقع إن الغرفة بتاعتي يكون مستوى أداء الجودة فيها بمستوى خمس نجوب ما يقلش عن كده تمام؟ إنما عندي التوقعات دي فأنا لازم أنت كعامل أو موظف في قسم الإشراف الداخلي تحافظ لي على التوقعات دي وتنفذ وبنشوف دايماً يا شباب إن في الكومنتات اللي بيكتبها الجست على مواقع اللي عندي على مواقع القتلات بتكون أغلبها على مستوى الخدمة اللي بيقدم في قسم الإشراف الداخلي وبالتالي خلي بالك إن أنت عنصر رئيسي وحيوي داخل الفندق وإنت اللي بتحدد قد إيه اتجاه الجست ناحية الفندق هل هو مبسوط وراضي عن الفندق والخدمة اللي بتقدم فيه ولا مش راضي فبالتالي إنت لازم أن تخلي بالك كويس جداً إن إنت تراعي توقعات إنه زلاء لمستوى الخدمة من الإشراف الداخلي طيب فيه كمان حاجات تانية أو تحديات تانية بتواجه العاملين بقسم الإشراف الداخلي أول منها إيه؟ التعامل مع العمل إشراق العمل داخل قسم الإشراف الداخلي مجهد جداً أو مجهد للغاية تمام؟ وبالتالي بيحتاج موظفات خاصة وناس معينة علشان تقدر تأدي الوظيفة دي بشكل جيد وإن لازم اللي بيعمل في قسم الإشراف الداخلي يكون بيحبه لأن العمل إشراق اللي موجود فيه لازم يكون شخص بيحب العمل ده عشان يقدر يأديه طبعاً بنظف الغرب بشد سرير برجع سرير بنظف وبمسح بمسح الغرب بلمح حمامات بنظف حمامات كل ده مجهود شاقي جداً بيقدمه عامل الغرف أو الموظف داخل قسم الإشراف الداخلي لو أنا حتى مشرف بتابع بشكل دائم ومستمر جميع الأدوار لو أنا مدير لقسم الإشراف الداخلي بتابع كل أقسام الفندق بشكل دائم ومستمر وأتأكد من مستوى الجودة والخدمة فيه يبقى إذن جميع العملين بقسم الإشراف الداخلي العمل فيهم شاق جداً وبالتالي بيعتبر تحدي للشخص اللي بيرغب في أنه يتقدم للعمل بقسم الإشراف الداخلي تمام؟ طيب فيه إيه كمان؟ من ضمن التحديات اللي بتواجه العاملين في قسم الإشراف الداخلي اللي هي جداول العمل غير سابتة نورة متحددت لها وردية بكرة الصبح من 9 إلى 12 تمام؟ رحت لقت زملتها اللي شغالة معاها في نفس قسم الإشراف الداخلي غيبة أو عندها ظرفة أو في حصل مشكلة تمام؟ فاضطرت نورة تستغل من 9 ل6 مساء يبقى إذن فيه ورديات عمل غير سابتة أنا مش عارف أنا حروح دلوقتي أنا رايح دلوقتي شغل الصبح ورايح أن أنا أشتغل داخل قسم التاعي تمام؟ بس هل الوردية اللي ما حتطالي من بليل سابتة وهي دي اللي حنفزها؟ بس لا وارد جداً أن هي تتغير في أي وقت وخصوصاً برضو فيه أشهر الزروة أو أشهر اللي بيبقى فيها نسبة نزلاء كتير داخل الفندق بتاعي أو نسبة إشغال عالي داخل الفندق بتاعي وبالتالي بيكون فيه ورديات عمل أكتر وبتكون من وقت للتاني مختلفة وبتظهر مع ضغط الشغل داخل الفندق بتاعي فيه كمان إيه؟ فيه المنافسة بسبب اتساع المجال زي ما احنا شايفين دلوقتي إن السياحة انتشرت في جميع أنحاء مصر وفي جميع أنحاء العالم والمنافسة ما بين الفنادق المختلفة ازدادت جداً 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 وبالتالي بتعد المنافسة دي اللي عاملين بقسم الإشراف الداخلي تحدي ليه؟ لأن أنا بقدم خدمة داخل الفندق بتاعي عايز الخدمة دي تجذب أكبر عدد من النزلاء أو أكبر عدد من السياح اللي موجودين عندي داخل الفندق تمام؟ طيب لو أنا عندي فندق جنبي بينفسني وبيقدم خدمة أفضل مني هل الجسد حيسيبه ويجي عندي؟ بالعكس طبعاً حيروح له ويستخدم الفندق بتاعه وبالتالي أنا عايز دايماً أنافس الفنادق اللي موجودة حوالي ووصل بأعلى جودة ممكنة أقدمها للفندق وبالتالي دا بيعتبر تحدي جديد كبير أن أنت تحافظ على مستوى الجودة اللي أنت بتقدمها وكمان تنافس الفنادق اللي موجودة عندك وتغير بشكل دائم ومستمر الأساليب التقليدية في العمل لأن الفنادق اللي بتتبع الأساليب التقليدية وتستمر عليها بتفقد مبعد فترة جودتها ومنافستها في السوق المحلي داخل نطاق السياح ولكن الفنادق اللي بتطور من نفسها بشكل دائم ومستمر بتقدر أن هي تدخل مجال المنافسة مع الحفاظ على الجودة اللي بتقدمها الفناني دي هي اللي بتستمر وهي اللي بتجذب اكبر عدد من النزلاء تمام؟ طيب اخر تحدي عندنا اللي هي توقعات نزلاء الجبيرة من اشراف الداخلي واللي احنا قلناها من شوية ان عندي الجسد دايما بيكون متوقع مستوى جودة عالي جدا من قسم الاشراف الداخلي طيب احنا كده خلصنا المخرج التالي نرجعو تانية سرباب سريعا المخرج التالي بتاعي بيقول ايه يحدد الفرص والتحديات التي تواجه العاملين بقسم الاشراف الداخلي وقلنا اتح الفرص اللي بتقابل العاملين بقسم الاشراف الداخلي ممكن يقابل مجموعة من الفرص في سلسلة الفنادق المنتزة وممكن يقابل مجموعة من الفرص في الفنادق المستقلة تمام سلسلة الفنادق العالمية فيها ثلاث فرص فيها فرص تدريب اكتر فيها فرص عمل اكتر وفيها كمان مزايا فوق الراتب الفنادق المستقلة فيها ايه يا شباب فيها فرصة لابتقار وفيه عندي فرصة كمان لإقامة علاقات اجتماعية مع إدارة الفندق أو مع مدير الفندق تمام وفيه عندي الفرصة التالتة اللي هي موجودة عندي في الفنادق المستقلة إنه هو تعالوا كده نشوفها مع بعضي تاني اللي هي إيه شباب اللي هي بيقول إيه حصول على خبرات أكتر إنه هو بيبقى أكتر عنده أكتر من فرصة إنه يشتغل أكتر من وظيفة في نفس الوقت داخل الفندق المستقلة وبالتالي بيحصل على خبرات أكتر نتيجة إنه هو بيشغل أكتر من نوع من الفرص العمل تمام طيب اتنقلنا بعد كده على التحديات اللي ممكن تواجه العاملين بقسم إيشاف الداخلي سواء بقى في الفنادق المستقلة أو في سلسلة الفنادق الممتازة بنقول إنه فيه مجموعة من التحديات وكان أهمها إيه شباب اللي هي ساعات العمل الطويلة عندي كمان ضغط العمل أثناء أشهر اللي هو الزروة أو نسبة الإشغال فيها بتكون عالية عندي الرواتب الضعيفة اللي بيكون في بداية العمل في قسم إشغال الداخلي كمان عندي التعامل مع المواد الكيميائية في تنظيف الغرف وتنظيف المناطق العامة فيه كمان عندي توقعات إنه زلاء الكبيرة من قسم الإشغال الداخلي فيه كمان التعامل مع العمل الشاق اللي أنا بأبزله داخل قسم الإشغال الداخلي جداول العمل الغير سبتة داخل الشرافق الداخلي وبيكون غير تقليدية ما بيبقاش جدول منظم وانا بمشي عليه لا جداول بتتغير من وقت للتاني وبيحصل فيها تغيير بشكل دائم ومستمر وفقا لنظام العمل داخل اليوم جوه الفندق بتاعي عندي كمان المنافسة اللي موجودة من الفنادق الأخرى المحيطة بي وبكده نكون انتهينا من المخرج التالت ورجعنا عليه نيجي بقى للمخرج الرابع والأخير واللي احنا متعودين عليه في الوحدات السابقة ولكن بنتكلم عنه بشكل سريع هنا في الوحدات بتاعتنا اللي هي اسمها يا شباب تقرير التقييم الذاتي وخطة التنمية اللي هي بنقول عليها بشكل دائم ايه أو بشكل مستمر في الوحدات اللي احنا اشتغلناها قبل كده يقيم أداءه ويعمل على تحسينه انت دلوقتي درست معايا نبزة عن أقسام صناعة الضياف درست الوحدة كلها وقبلتك وانت بتدرس الوحدة دي بعض النقاط القوة اللي لقيتها في نفسك أثناء دراست الوحدة دي وكمان بعض نقاط الضعفة أو الصعوبات اللي قبلتك أثناء دراست الوحدة انا عايزاك في المخرج دوت بنعمل ايه زي ما احنا شايفين هنا يا شباب في المرفق بتاعنا اللي هو مرفق التقييم الذاتي بيعمل ايه بيقولك اكتب لي هنا نقاط القوة الخاصة بيك ايه نقاط القوة اللي موجودة عند حضرتك في نقاط القوة ايه يعني بعرف بشيل بلعب رياضة وبشيل أسقال وكلام من ده لا 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 نقاط القوة اللي انت لقيتها في نفسك أثناء دراست وحدة أقسام صناعة ضيافة انت دلوقتي درست الوحدة دي وانت بتدرسها عرفت ازاي تحدد الهيكل التنظيمي للفندق عرفت ايه هي أقسام الفندق قدرت تتفرق ما بين أقسام الفندق بشكل سلس أو بسهولة دي نقاط قوة تمام لا يا مسي تعايد انا مش عارف احفظ المصطلحات الانجليزية اللي موجودة داخل الهيكل دي نقطة ضعف فلازما ان انا ابدأ اعمل لها خط التحسين او خط التنمية طب دي بعملها ازاي انا دلوقتي قعدت بيني وبن نفسي قدام الوحدة اللي انا اشتغلتها وقلت جماعة انا بقدر اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة دي نقاط قوة عندي داخل الوحدة دي كمان عندي نقطتين اتنين صعبين ان انا مش عارف احفظ المصطلحات الانجليزية او مش قادر افرق ما بين بعض الاقسام المختلفة داخل الفندق او وظيفة الاقسام دي بعمل ايه ممكن انا مش عارف احفظ الكلمات دي ممكن استعين بالمترجم اللي عندي على التليفون ان ينطق لي اسم الكلمة وابدأ اراجحها مرة واثنين وثلاثة او استعين بأحد المدرسين الانجليزي عندي ان هو ينطق لي الكلمة ويعرفها لي وحفظها لي استعين بأي حد بصديق لي بان انا راجع معاه وتابع ويكتب لي الكلمة حد من زميلي بيعرف يقراها ويحفظها ممكن يساعدني يبقى اذا انا عرفت ايه نقطة الضعف اللي عندي وازاي حبد احط خطة لتحسنها اقول يا جماعة انا هعمل واحد اتنين ثلاثة عشان احسن النقطة دي عندي عشان بعد ما خلص الوحدة الاقي نفسي جيد فيها ومعنديش نقاط ضعف فيه تمام طيب في ايه كمان انا عندي بيقولك هنا ايه اللي ممكن احتاج ان انا اقول به بعد نهاية الوحدة دي انا درست الوحدة قابلت بعض نقاط القوة ونقاط الضعف خلي بالك ان انت ما بتهملش نقاط القوة يعني انت لقيت نفسك شاطر وبتعرف ترسم الهيكل وبتعرف تقول الكلمات والمصطلحات للانجليز اللي فيه بس كده لا دعم نقاط القوة دي بانك تقرى بشكل دائم ومستمر عن السياح تعرف اكتر ايه هي الهيكل المختلفة للفنادق يبقى اذا بتدعم نقاط القوة اللي موجودة عندك وكمان بتحط خطة لتحسين نقاط الضعف اللي موجودة عنه وبكده يكون المخرج الاخير من الوحدة بتاعتي خلص انا كده اتعلمت نافذة عن اقسام صناعة الضيافة عرفت فيها اربع مخرجات اساسية تعالوا كده شباب نراجع سريعا على الوحدة بتاعتي من الاول الاخر كده سريع علشان افتكر ايه هي الوحدة ومشينا فيها ازاي احنا عندي الوحدة بتاعتي زي ما قلنا من شوية نافذة عن اقسام صناعة الضياف الهدف من دراسة الوحدة ايه شباب إنه هو إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بإيه؟ بالهيكل التنظيمي للفندوق كل الوحدة بتتدور حوالين إيه يا شباب؟ إن أنا يكون عندي مجموعة من المعارف والمهارات اللي حوالين الهيكل التنظيمي للفندوق ومهام ومسئوليات وأدوار كل واحد شغال في الهيكل ده ده أساس الهدف الأساسي من الوحدة طيب الوحدة بتاعتي مكونة من كم مخرجة شباب؟ مكونة من أربع مخرجة طيب عشان أدرس الوحدة دي قالك لازم إيه؟ لازم أن يكون فيه متطلبات سابقة أول حاجة أن أنا أدرس وحدة الوعي السياحي وانتهي منها بشكل جدير كمان أدرس وحدة خدمة العملاء وأكون فيها برضو إيه؟ جديد طيب عندي مخرجات التعلم اللي موجودة في الوحدة عندي أربع مخرجات المخرج الأول بيقول إيه؟ قالنا في المخرج الأول أو درسنا في الحلقات السابقة يا شباب مع بع أن المخرج الأول بيقول يحدد القطاعات المختلفة لمؤسسات الضياف وقلنا أنهم مقام قطاع هنعرفهم كمان شوية والراجع عليهم سريعا كده وعايزاكوا تفتكروا معي رقم اتنين يحدد الوظائف المختلفة لقسم الإشراف الداخلي رقم ثلاثة اللي احنا خدنا النهاردة لسه من شوية كنا بنقوله إيه؟ يحدد الفرص والتحديات التي تواجه العاملين بقسم الإشراف الداخلي طيب رقم اربعة إيه؟ يقيم أداءه الشخصي ويعمل على تحسينه تمام؟ ديت المعيار المخرج الثالث والمخرج الرابع يقيم أداءه ويخطط ليه تحسينه المخرج الأول بيحدد القطاعات المختلفة لقسم الإشراف الداخلي وكان موجود فيه مجموعة من المعايير أنه هو لازم يفرق ما بين القطاعات المختلفة وده عملنا في الحلقات السابقة أن أنا أعرف إيه هي القطاعات المختلفة إيه هي القطاعات المختلفة لقسم الإشراف الداخلي تمام؟ وإزاي أن أنا أفرق ما بينه طيب فيه إيه كمان؟ بيحدد إيه العوامل المؤسرة يحدد إيه العوامل المؤسرة على الهيكل التنظيمي لمؤسسات الضيافة وفقا لنوع المؤسس ده المعيار التاني المعيار التالت يقول إيه؟ بيحدد واجبات ومسئوليات العاملين بقز الأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية وفقا لإجراءات التشغيل بالمنشأة تمام؟ رقم واحد بنقول بقى المعيار الأول يفرق بين القطاعات المختلفة طب إيه هي القطاعات المختلفة وإيه هو الفندق؟ نفتكر كده الفندق هو عبارة عن إيه شباب؟ هو عبارة عن مؤسسة كأي مؤسسة في الدنيا منظمة تنقسم إلى مجموعة من القطاعات اللي هدفها إيه في النهاية؟ إن هي بتقدم خدمة جيدة للنزيل بتاعي أو خدمة ممتازة للجسد بتاعي اللي موجود عندي تمام؟ عندي أقسام الفندق إيه هم؟ أول حاجة خالص وهو من أهم القطاعات الموجودة في الفندق وبيتدر حوالي 61% من إجمال إرادات الفندق وبالتالي بيعتبر من أهم القطاعات وبيكون مسؤول عن إيه؟ مسؤول فيه ثلاث أقسام رئيسية عندي الفرانتو أوفيس والهاوسكيبينج واللاندري تمام؟ أول قسم عندي الفرانتو أوفيس أو المكاتب الأمامية تمام؟ وظيفة المكاتب الأمامية إيه؟ إن هي تسهيل ودعم جميع المعاملات الخاصة بالنزيل أثناء طول مدة إقامته طب إيه هي مدة إقامة النزيل عندي ثلاث أنواع لمدة الإقامة بتاعته أول حاجة اللي هي قبل عندي ثلاث أنواع لمدة الإقامة اللي موجودة عندي لي الجسد أول حاجة ما قبل الوصول ومرحلة الوصول ومرحلة الإشغال ومرحلة المغادرة أربع مراحل لإقامة النزيل داخل الفندو بيقدم لي قسم المكاتب الأمامية زي ما احنا شايفين مجموعة من الخدمات اللي بيقدمها للجسد عندي أثناء طول مدة إقامته أو قبل ما ييجي أو أثناء الوصول وبأثناء المغادرة زي إيه زي الحجوزات الاستعلامات الاستقبال طائم الخدمة وحامل الحقائب الرسائل والندقات الألية وأمناء السندوق وإجراءات المغادرة تمام طيب بنقول بعد كده الهاوس كيم قسمنا بقى اللي هو من أهم الأقسام داخل الفندو ومن أفضل أقسام داخل الفندو اللي هو بيعمل إيه بيقوم بقسم الإشغال الداخلي المسؤول عن نظافة وتنظيف جميع أجزاء الفندو تمام وبيقضي على حفاظ وترتيب ونظافة الغرف والحمامات والمناطق العامة وجميع أجزاء الفندو بشكل كام تمام طيب بنقول عندي كده القسم الثالث المغسلة أو اللندري وافتقلنا شباب إن احنا قلنا في الحلقة الأولى بتاعتنا إنه عندي المغسلة لها قسمين اتنين قسم بروفت وقسم بروفت وقسم اللي هو القوس المغسلة لها قسمين اتنين أول حاجة القسم القوس اللي هو بإنهاوس لندري أو اللي بيبقى مسؤول عن تنظيف جميع البيضات واللينن الخاص بإيه يا شباب؟ الخاص بالفندو تمام؟ وجمان زي العاملين اللي موجودين بالفندو وعشان كده بنقول كوست أو مكلف تمام؟ عندي البروفت أو الجست لندري وبيكون مسؤول عن تقديم خدمة اللندري أو المغسلة لتنظيف ملابس إنه زي العاملين الموجودين عندي نظير أجر مدي وبالتالي بيكون مربح وبيدخل لإرادات داخل الفندق بتاعه القطاع التاني أو الجزء التاني أو القسم التاني داخل الفندق عندي عندي القسم الأغذية والمشروبات وهو بيكون مسؤول عن إيه يا شباب؟ مسؤول عن تجهيز كل المتعلقات الخاصة بتقديم الأغذية والمشروبات داخل الفندق إزاي يعني؟ بيكون بيحدد بيجهز لجميع الأماكن اللازمة لتجهيز الأغذية والمشروبات والأجهزة اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات وكمان بيعمل على إعداد وتجهيز وتقديم جميع الأغذية والمشروبات للجزء اللي موجود عندي القطاع التالي اللي هو إيه يا شباب؟ الصيانة والهندسة وده قطاع مهم جدا جدا وبنقول صيانة وهندسة بيساوي عمر طويل للفندق يعني القطاع ده بيكون مسؤول عن صيانة جميع أجزاء الفندق بشكل دائم ومستمر اللي بيساعد بعد كده على إطالة طول مدة عمر الفندق عندي وبيساعد على تغيير واستبدال أي معدة أو أي نوع من المفروشات بيحصل فيه مشكلة أو بيحصل فيه أي خلل عندي موجود بعد كده طب بيتم عمل الصيانة أو داخل الفندق عن طريق مجموعة من الخطط الزمنية والصيانة دي بتكون لجميع أجزاء الفندق الصيانة دي بتكون إما يومية أو صيانة إسبوعية أو صيانة سنوية بالنسبة لي الصيانة اليومية بتكون بتقدم فيها الخدمة عن طريق تقديم خدمة بشكل بسيط بشكل يومي على الأجزاء البسيطة داخل الغرف على بعض المشكلات البسيطة وكمان الخطط الإسبوعية الخطط السنوية بيتم فيها تغيير أجزاء كبيرة من الفندق فيها مشكلات كبيرة وبيتم الإصلاح على فترات طويل نيجي بعد كده الوظيفة القطاع الرابع عندي اللي هو إيه يا جماعة التسويق والمبيعات القطاع ده وظيفته إيه إدارة المبيعات والتسويق عن طريق إيه بيعمل على تنمية حجم إرادات الفندوق لأن دوت اللي بيبعلي الغرف اللي موجودة جواه الفندوق وبيسوق لها وبيبدأ يعلن عن الغرف دي والخدمات اللي بتقدم داخل الفند وبالتالي بيجذب لي جزء يشتري الغرف دي أو الخدمات دي وبالتالي بيعمل على هدفه الأساسي والرئيسي إنه بيزود لي حجم إرادات الفندوق تمام؟ بعمل بعد كده على التخطيط السليم عشان أزود الإرادات دي لازم نخطط بشكل سليم جدا لعملية البعدي تمام؟ بعد كده عشان أخطط بعد كده بعمل إعلان وترويج عن الخدمات اللي أنا بقدمها داخل الفندوق والغرف اللي موجودة عندي عشان أستقبل أكبر عدد من النزلات بعد كده قسم مهم جدا كان شباب اسمه قسم الحسابات أو الإدارة المالية وهو مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن الرقابة بشكل على جميع الإرادات والمعاملات اللي بتحدث في جميع أقسام الفندوق تمام؟ المختلف مسؤولية قسم الحسابات عندي مجموعة من المسؤولية أول حاجة إنه هو بيعمل للموازنة العامة للفندوق رقم اتنين بيعمل إحكام على الرقابة على الإرادات Enflus اللي دخل عندي فيه الفندوق تمام? إحكام على الرقابة على التكاليف أنا بصرف قد داخل الفندق وبالتالي لازم نعمل لي متابعة لها تمام بعد كده رقم اربعة عمل مناقصات شراء للمواد الخام واختيار الافضل في السعر وفي الخامة تمام رقم خمسة القيام بعمليات للشراء والاستلام والصرف للاقسام المختلفة داخل الفندق بتاعي بعد كده القسم الاخير او الادارة الاخيرة داخل الفندق او القابل الاخيرة اللي هي الهيوم الرسورسز او الموارد البشرين ودي ادارة مهمة جدا لان هي بتكون مسؤولة عن اختيار العاملين داخل الفندق اختيارهم بس لا كمان بتساعد على تدريب العاملين وتدريبهم على مهام العمل الخاصة بهم وعمل دورات تدريبية من وقت لاخر عفوا وعمل دورات تدريبية من وقت لاخر لجميع العاملين داخل الفندق يبا هي بتستقبل الموظفين الجدد بتدربهم على مهامهم داخل الفندق وكمان بتدرب الموظفين اللي موجودين سابقا داخل سابقا داخل الفندق على مهامهم من وقت لآخر عشان تساعد على تجديد الجودة واستمرار الجودة في الأداء داخل الفندق بتاعي طيب فوائد التدريبات العملية للعملين أنا دلوقتي عندي مجموعة من العملين اخترتهم ومن وقت للتاني بعمل لهم دورات تدريبية بقليه أول حاجة بيساعد على رفع مستوى الخدمة أنا إما بعمل دورة للعامل عندي بجدد له الخبرات بتاعته وبالتالي بعمل على رفع مستوى الخدمة لوه بيقدم رقم اتنين إنه بيكتسب مهارات جديدة لما بعمله عمليات تدريب جديد رقم ثلاثة إن أنا بحل المشكلات وبقلل معدل دوران العملين دوران العملين يا جماعة إنه بيسيب الشغل عندي ويمشي إنما لما بعمل دورات بشكل دائم ومستمر على الأجهزة الجديدة والمعدات الجديدة وعلى طريقة العمل عشان أعلي الجودة عندي فأنا بعمل إيه شباب بحل المشكلات دي وبقلل من خروج الموظفين عندي من القسمة أو دوران العمل داخل القسم بتاعي طيب بعد كده القطاع السابع والأخير عندي في قسم الاشراءة في الفندق بتاعي اسمه إيه؟ اسمه السكيروتي أو الأمن السكيروتي أو الأمن بيكون مسؤول عن إيه شباب بيكون مسؤول عن تفتيش ومتبعد جميع أجزاء الفندق وأنحاء الفندق بشكل دوري ومستمر تمام؟ بيشمل بعدك بيشمل الأجزاء دي زي إيه؟ زي المطاعم زي حمام السباحة زي البراط زي الشواطئ عندي فيه الممرات الخاصة بالغرف الممرات الخاصة بالانتظار والمكاتب اللي موجودة عندي داخل الفندق ليه؟ بعمل متابعة بشكل دائم ومستمر ليه؟ بعمل متابعة وشكل دائم ومستمر ليه الأجزاء دي عشان أتأكد وأحدد العوامل المؤسر على الهيكل التنظيم لمؤسسات الضيافة اللي مفجودة عندي آآ فيها تمام؟ وأتأكد كمان إن جميع أجزاء الفندق عندي آمن وبشكل جيد داخل الفندق بتاعي ما فيش أي مشكلة ولو فيه أي حاجة بلاحظها ببدأ أتعامل معها بشكل مباشر عشان أحل المشكلة من بداية نيجي بقى للمعيار الثاني في المخرج الأول اللي هو بيحدد العوامل المؤثرة على الهيكل التنظيمي لمؤسسة الضياف أنا عندي هيكل تنظيمي لمؤسسة الضيافة عندي عندي فيه مجموعة من القطاعات سبع قطاعات إيه اللي بيأثر على الهيكل التنظيمي ده وهل الهيكل التنظيمي ده ثابت في كل الفنادي هو هو السبع قطاعات لا بيختلف من فندق لآخر وفقا لمستوى الفندق ووفقا لقالية التشغيل ووفقا لحاجات كتير جدا طيب إيه هو الهيكل التنظيمي يا شباب الهيكل التنظيمي للفندق هو البناء أو الإطار اللي بيحدد التركيب الداخلي للمنشأة الفندقية أو لمنشأة الضيافة ببه هو بيحدد للتركيب الداخلي لمنشأة الضيافة إيه هي الأقسام اللي موجودة فيه ومن العاملين داخل الأقسام مين بيرقص مين والقسم ده بيدبع أنهي قسم أو أنهي قطاع تمام؟ ده بالنسبة للهيكل التنظيم بزي ما احنا شايفين كده قدامنا في الهيكل التنظيمي اللي موجود قدامي للفندق بتاعي عندي المدير العام وعندي أغزية ومشروبات حسابات التساوء التسويق وإدارة الغرف والصيانة تحت الأغزية والمشروبات فيه مجموعة من الأقسام وتحت الحسابات فيه الصرفين هو وكمان عندي التسويق فيه ده قطاع لوحده وعندي إدارة الغرف تحتها مجموعة من الأقسام زي عندي الحجز وعندي التدبير الفندقي وعندي المكاتب الأمامية وتحت المكاتب الأمامية بيعمل مجموعة من العمال وكمان عندي فيه الإشراف الداخلي أو فيه عندي المشرف وتحت منه الروم أتندنت وفيه كمان اللي هو عمال النظافة الكليينينج سطوف اللي موجودين عندي فيه الصيانة وفيه عمال الصيان يبقى ده هيكل تنظيمي بيحدد لي إيه هي القطاعات اللي موجودة داخل الفندق وإيه هي الأقسام اللي موجودة تحت كل قطاع وإيه هي واللي شغالين فيه هل الهيكل ده شباب موجود في كل الأقسام زي ما قلنا من شوية لا كل فندق فيهم مختلف وكل فندق ليه هيكل تنظيمي خاص به طب ليه بيختلف تعالوا نشوف مع بعض بنقول يا جماعة هناك عوامل تؤثر على اختيار الهيكل أو تنظيم الهيكل داخل كل فندق تمام اللي هو ايه اول حاجة حجم الفندق نفسه انا حجم الفندق بتاعي ده بيسع 1000 شخص ولا بيسع 200 شخص ولا بيسع قد ايه فعلى اساسه بحدد عدد القطاعات اللي موجودة اللي بتخدم عدد الناس دي تمام طيب فيه ايه كمان عندي المستويات الطولية والعرضية اللي موجودة للفندق بتاعي فيه كمان ايه فيه موقع الفندق الفندق ده موجود في منطقة نائية ولا موجودة في وسط البلد ولا موجودة في منطقة سياحية موقع الفندق نفسه بيأثر عندي على مستوى الهيكل بتاعي أو شكل الهيكل اللي موجود عندي فيه كمان الطابع العام للفندق فيه كمان حجم الفندق وطاقته الاستيعابية زي ما قلنا من شوية الفندق ده بيسع أشخاص قد إيه مش معقول الفندق اللي بيسع 200 فرض زي الفندق اللي بيسع 500 زي الفندق اللي بيسع ألف كل واحد فيهم ليه طقة استيعابية وبالتالي ليه هيكل تنظيمي وعدد موظفين معينين وأقسام مختلفة بعد كده نوع الفندق وتصنيفه ودرجة الفندق ومستوى الفندق داخل المجال السياحي طيب فيه كمان نوع التجهيزات والآلات المستخدمة بالفندق هل الفندق ده تقليدي وبيستخدم أدوات تقليدية ولا الفندق ده بيقدم لي بعض الأدوات الحديثة والمتطورة في أداء العمل وبالتالي الأدوات الحديثة والمتطورة في أداء العمل حتوفل عدد من العمالة وبالتالي حتوفل عدد من الوظائف ومن ثم حيقل عدد الأقسام عني لبقى إذن ده برضو بيأثر على الهيكل التنظيمي للفندق اللي موجود عندي فيه كمان مستوى أداء العمال وكفائتهم من ضمن العوامل المؤثرة على الهيكل التنظيمي انا دلوقتي عندي عاملين اتنين كفء وبيقدر يقوموا بكل المهام اللي انا عايزها في قسمه معي خلاص انا مش محتاج اكتر من كده انما لو انا اداء العاملين ده مش كفء فانا هحتاج ازود عدد العاملين وانشئ اقسام جديدة ووزع العمل خطوات بسيطة علشان كفاءة العاملين ما بتقديش الجودة اللي انا عايزها وبالتالي بوسع الهيكل التنظيمي عندي عشان يقدر يقدي اكبر كفاءة لية موجودة داخل الفندو بتاعي تمام؟ فيه كمان حجم التشغيل ومعدل الدوران انا عندي المعدل الدوران قد ايه الناس بتسيب الشغل وبتمشي قد ايه الناس بتتغير من وقت للتاني كل قد ايه حجم التشغيل بتاعي ومعدل الاشغال بتاع الناس او الجسد داخل الفندو قد ايه كل ده بيقصر على الهيكل التنظيمي بتاع الفندو اللي موجود عندي كمان اخر حاجة عندي من الحاجات اللي بتقصر على الهيكل التنظيمي نفسه من حيث خلالها واسعر رقم 3 بيحدد واجبات ومسئوليات العاملين بالأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية وفقا لإجراءات التشغيل عندي عاملين في مختلف الأقسام الرئيسية والفرعية داخل الفندق بتاعه هنشوفهم كده بشكل سريع والراجع عليهم بشكل سريع مع بعض أول حاجة المدير العام وكان لي مجموعة من المسئوليات أو الوجبات إنه بيخطط وينظم ويوجه جميع ويرائب جميع نشاط الفندق اللي موجود عندي تمام؟ لازم يكون مرن ولازم يتابع تحقيق أهداف الفندق اللي موجودة عندي تمام؟ بيشرف على تطبيق لوائح الفندق وقوانينه وبيتأكد من تنظيم عمل الفندق ويكون مسئول عن تحقيق وتنفيذ وتحقيق أهداف الفندق اللي هو مسئول عنه تمام؟ الـ Executive Assistant Manager اللي هو مساعد مدير الفندق تمام؟ مساعد المدير العام بيتعاون مع المدير ويفوض له بعض السلطات في حالة غيابه يعني بيكون مسئول عن مجموعة من الأقسام كمان المدير العام بيفوض له مجموعة من المسئوليات في حالة غيابه بيقوم بها بدور المدير العام وينفزها بيكون مسئول عن إدارات الأفراد كمان بيقوم بمقام المدير في جميع اختصاصاته عند غيابه أو إنه يكون منعه أي مانع إنه يحضر لي العمل بتاعه بنقول بتمتد سلطة نائب المدير إلى جميع الأقسام حسب الثقة اللي بيمنحها إياه المدير يعني أنا عندي الثقة اللي بيمنحها المدير للعامل بتمتد على حسب بقى هو بيديله ثقة لحد أقسام إيه بيتعامل مع أقسام إيه أنت مسئول عن ده لا مش مسئول عن ده بيفوض له بعض المسئوليات وبالتالي هو بيتعامل على أساسه بعد كده عندنا الرئيس قسم الموارد البشرية ده بيكون مسئول عن إياه شباب بيكون مسئول عن اختيار العاملين في الفندق بدقة وبيقترح فصلهم إذا اقتضى الأمر بيمارس سلطته وصلاحيته على جميع العاملين بالفندق يركب سلوكهم ونظامهم وأداءهم لإيه للواجبات الموجودة عنه بيونسك بين أنشطة العاملين اللي موجودين داخل الفندق ويحل المشاكل ويحقق التعاون فيما بين العاملين داخل الفندق كمان بيعمل إيه بيشرف على قواعد العمل وورديات العمل رئيس قسم الاستقبال بيكون مسئول عن إياه شباب من العنوان الإسم بتاعه بيكون مسئول عن قسم الاستقبال طب بيعمل إيه بيمارس مهمه على العاملين بقسم الاستقبال بيشرف على حركة النزلاء في الفندق عند نزولهم وكمان عند المغادرة تمام لديه القدرة على الحكم على النزلاء حكما يمكنهم من تقييم الخدمة المناسبة ليه يعني أنا دلوقتي بحكم على الشخص اللي جاي لي الجدأ النزيل اللي داخل علي ده بقدر حكم عليه أشوف إيه مستوى الخدمة اللي ممكن تلائم الشخص ده تمام كمان بستقبل النزلاء وبصحبهم ليه الغرف إذا حكم الأمر وبعد كده بيلقي نظرة على الغرفة هو يتأكد إنه على استعداد تام لاستقبال الجسد اللي موجود عندي كمان بيقدم بكياسة المعلومات اللي بتهم النزيل عندي تمام أنا سأل أنا نزيله بسأل مدير قسم الاستقبال عن بعض المعلومات هو بيقول لي بعض المعلومات مش بيقعد بقى يقول كل معلومات الفندق إنما لأ بشكل كده فطن وزكي بيقدر يقدم قدر المعلومات اللي مطلوب لي الجسد فقط تمام بيكون الفندق عندي مديله بعض الصلاحيات في إنه يعبن بعض التخفضات لي الجسد عندي في أسعار الغرف أو خصم في الفطورة وفقا لسياسة الفندق طبعا زي متى فأنا قبل كده بنقول بعد كده بيصدر التعليمات لرئيسة المشرفات بشأن إعداد الغرف وترتيبها وتنظفها وتحددها لي الجسد أنا عندي دلوقتي فوق حييجي مثلا بكرة فأنا ببعت لي مشرفة الغرف هجهزي غرف من كذا لكذا عشان الوفد الجسد عندي حيسكونوا فيها فلازم أن تجهزها وتعدها بعد كده بيقدم للنزلاء اللي بيقدرون الفندق بعض الهدايا التسكرية اللي بتساعد على توفير خبرات جيدة عن الفندق وكمان بتعمل على إنهم يعودوا مرة تانية للفندق الموجود عندي تمام بنقول يا شباب عندي رئيس قسم المطعم تمام طبعا بنقول بنعرف شخص مسئوليته من عنوان اسمه رئيس قسم المطعم بيبقى مسئول عن قسم المطعم عندي وسير العمل فيه والخدمة فيه المطعم اللي موجود عندي تمام بيوزع الورديات العمل على العاملين داخل قسم المطعم بيشرف عليهم ويرائب سلوكهم ويتأكد أنه هم بينفزوا التعليمات والتوجهات الخاصة بالفندق كمان زي ما احنا شايفين في الصورة بيتأكد أن جميع أقسام المطعم المختلفة وإعداد المواقد وتنصقها بيشرف على أقسام المطعم مختلفة وعلى إعداد المواقد وتنصقها وأنه كل شيء موجود على المائدة عندي منصة بشكل جيد ونظيف تمام بيقترح على أنه زلاء أماكن جلوزهم داخل المطعم ممكن يقترح مثلا فيه أسرة داخل عندي ممكن أقترح لها المكان المناسب والملائم أنه هي تقعد وتتنول فيه الوجبة الموجودة عندي داخل المطعم كمان بيتفق مع الشيف العمومي أنه هو أسعار معقولة لوجبات المطعم تمام بشرط يا شباب بشرط أنه يزود إرادات المطعم عندي وكمان أنه هو ما يعملش إهطار لمصالح الفندق أو أنه هو يستغل للنزيل يعني ما جيش بقى إيه أنا عايز أعمل إرادات للمطعم فأنا أعمل استغلال للنزلاء وزود بقى سعر الأكل اللي أنا بقدمه تمام بعد كده عندي رئيس القشم الإشراف الداخلي ودي مسؤولة عن تنظيف وتجهيز الغرف لاستقبال النزلاء بشكل دائم تمام عندي كمان مشرفة الغرف وهي دي المسؤولة الرئيسية عن تنظيف الغرف وتنظيف الحمامات والمناطق العامة واستعدادها لاستقبال النزلاء بعد كده عندي يا شباب اللي هو يصنف عندي بعد كده اللي عاملين بقسم الإشراف الداخلي وتعرفنا عليهم في الحلقات السابقة مين هم العاملين وإيه وظائف كل عامل فيهم والأدوار اللي بيقوم بها داخل القسم بتاعي وعندي هنا الهيكل بالقسم الإشراف الداخلي هنقوله سريعا مع بعض مساعد مدير قسم الإشراف الداخلي مشرف البيضات والزي مشرف المناطق العامة مشرف الغرف مشرف البيضات العامة بيرقص عمال مشرف البيضات والزي مشرف المناطق العامة بيرقص عمال نظافة المناطق العامة مشرف الغرب بيرقص عمال نظافة الغرف وعندي شخص لوحده اسمه الوردر تيكر او مفترضي كل واحد فيهم بيشمل مجموعة من الوظائف اللي لازم بيكون لها الاسم والوظيفة بتاعتها الهدف من الوظيفة ايه اللي انحققه من الوظيفة دي وايه التدرج الوظيفي بتاعي للوظيفة دي عرفنا كمان بعد كده شباب ازاي احدد العلاقات ما بين قسم الاشراف الداخلي والاقسام الاخرى وعندي مجموعة من الاقسام اللي موجودة داخل قسم الاشراف الداخلي وزي ما قلنا ان قسم الاشراف الداخلي ما بيعملش الوحده داخل فندق لا عندي اقسام مختلفة عندي مكاتب امامية عندي المشتريات الغسيل والكي عندي الصيانة الموارد البشرية والامن والاغذية والمشروبات والتسويق والحسابات كل دي مجموعة من الاقسام اللي بيتعامل معها قسم الاشراف الداخلي وشرحنا قبل كده ايه هي العلاقات اللي موجودة ما بين قسم الاشراف الداخلي والاقسام الاخرى وصلنا ليه المخرج التالت وقلنا بيحدد الفرص والتحديات وعرفنا ايه هي الفرص والتحديات اللي في اول الحلقة وكمان عرفنا ايه هي ازاي اقيم الاداء بتاع وبكده شباب نكون انتهينا من الوحدة بتاعتنا نبزع عن اقسام الضيافة ودي نهاية الحلقة بتاعتنا القاكم مرة اخرى في حلقات اخرى والى اللقاء